اشتركوا في القناة لازم الطبيب يكون عندها طلاع على الفايل الصحي مالتي ويعرف انا اقدر اتحمل مثلا المسكنات القوية على المعدة لو ما اقدر اتحملها فأول شي نبدي نعرف شو سعرات الحرارية سعرات الحرارية الرجل العراقي العادي او اي رجل يحتاج تقريبا 2500 سعر حرارية الامرأة تحتاج مثل السعرات هذه الحرارة وين نلقيها اكو أبليكيشن واحد يقدر ينزلها سعرات حرارية بس تكتبي سعرات حرارية تنزلها ليش مجاي تنطين معلومات خطيئة المشاهدين الاكلات اللي انا ممكن احاصل انا رح انطي طبعا مثال وامطيت ايضا انا بعدة لقاءات اللي هو جدا رائع بس حتى نعرف شونا الفرق بين سعرات الحرارية اكو فرق بين الهلثي الصحي والمصحي لا ما اكو فرق يعني انا من اختار سنويش شوارمة لفتقص او اختار سنويش فلافل بـ 500 سعر حرارية واضح؟ ومن اختار الجسم ايش قد يحتاج؟ الجسم الرجل يحتاج 2500 والامرأة تحتاج 2000 سعر حرارية طبعا خلال اليوم خلال اليوم وحسب عندي حركة ونشاط بدني حسب طولي وحسب عمري ايضا يأتيبت هذا الامر طيب خلي نشوف الطول طول مثلا على سبيل مثلا خلي انا اخذ طولي 63 الى 64 او 65 من 63 طول نحن نشيل المية 163 الى 164 اوكي اش قد ممكن يكون الوزن المثالي؟ الوزن المثالي عادة ان يكون 63 اللي هو زين ليش يقولون النساء لازم ناقص 110 والرجال ناقص 100 فقط من الطول صح هذه المعلومة لو غلط ليش ممكن تكون صحيح نقدر نناقشها حسب اي خلينا نقول اي جامعة غذائية واحد جايما عندنا طبعا الجوامع الغذائية يعني المدارس الغذائية جدا كثير فتجي حسب المدرسة الغذائية ولكن انا شخصيا دائما افضل للمرأة تكون 5 كيلو تحت طولهم ليش؟ لان المرأة دائما تتعرض الى خربطة الهربونات تتعرض الى الحبل فممكن انه يصعد الوزن الى الولادة احسن فتخلي 5 كيلو انا هسا وزني وزني 105 نعم قبل شهر رمضان المبارك 295 طيب زي ما ادري شنو يعني هالرشاقل عندي طبعا انا حاجة جدا انا هسا اتمنى اوصل 80 نعم عملت المستحيل بس الغلط عندي احنا ما عندنا ثقافة غذائية شلون نصرف الغذاء صحي ما دام يزود عندنا ماعون ينتمن وماعون مرقب السفرة وث 4 خبزات و 5 صمونات فما يصير عندنا نظام احنا ما عندنا هاي الثقافة كل ربعنا تجي تكتب لقائمة ناسي فقرة مهمة جدا جيب السيارة تسألت فوليها بنزين نعم خليها واقفة صحي ينصرف بنزين هاي مستحيل احنا مشكلتنا سيت نهم القضية مهمة هي القضية الرياضة صحي انت اكل اكل ما شئت وروح لك القاعة الرياضية رح تحرقها انا متأكد رح ورا العشب ساعتين مثل الساعة تروح اركض لك ساعة عن الساعة اكل ثور مو اكل اللي تاكل لك هلقى السعرات احنا مشكلتنا هاملين الرياضة هو هذا الغلط بالعراق كله عموما بالخليج عموما بالخليج لانه الدول اللي احنا عايشين بها حارة يعني السعودية الامارات الكويت من رحيد مشكلة الحار اللي هي وطبعا بالعراق اصلا مهيئين باركات اللي واحد يطلعين مشوا لكن انا طبعا اكيد متفقة جدا مع الاستاذ لكن الغذاء يلعب 80% دور بصعود الوزن او نزول الوزن الغذاء لو احنا نعرف شنو ناكل يعني لو اكنا غذاء يمدنا بالشبع اكثر من الغذاء بضبط فللأسف خلي اقول بعض الاشياء شوي دي يصير بها سوء فهم وهي انه ممكن لازم اللي ريدي ضعافي يقول انا لازم اسوى رياضة 3 ساعات او 4 ساعات بتجيب لا مو لازم انت لو التزمت بالغذاء او عرفت شنو تاكل 80% يلعب الغذاء دور مقارنة مع الرياضة الرياضة جدا مهمة وممتازة للقلب وللصحة دكتورة شونس اليوم مثلا